السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيي طبعا جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا إذن متابعينا الكرام خلال الثلاث الأيام الماضية كانت هناك تبنديرة في حقيقة الأمر كنا نظن على أنها تبنديرة عادية ولكن اتضح الآن حسب المعلومات المؤكدة والموتقة على أن الضربة كانت كبيرة جدا لمرتزقة البوليزاري وأيضا من يصرف عليهم زريبة الفقاقير فالمعلومات المتوفرة متابعينا الكرام تقول على أنه حوالي 10 عناصر من مرتزقة البوليزاري ما بين 10 إلى 12 من عناصر مرتزقة البوليزاري حاولوا الاقتراب من المنطقة العازلة تم بندرتهم كما العادة ولكن الحصيلة الآن هي التي تهم الحصيلة ديال هؤلاء الجردان الذين تم استهدافهم فالمعلومات تؤكد على أنه قياد باريس في مرتزقة البوليزاري مسؤول عن ما يسمى بالبروباغاندا ديال مرتزقة البوليزاري حينما نتحدث عن البروباغاندا طبيعة الحال نقصد البروباغاندا الرخيصة جدا لأن البروباغاندا ديال مرتزقة البوليزاري لا نرى فيها أي شيء سوى تكرار الخزعبلات تكرار الإشاعات تكرار الأكاديم بطريقة سخيفة جدا فأحد المسؤولين عن هذه البروباغاندا قتل خلال ثلاثة أيام الماضية اسمه سالم حيدر القيادة في مرتزقة البوليزاري سالم حيدر هو الذي ترونه أمامكم على الشاشة الآن متابعينا الكرام تم تصفيته ذهب إلى الجحيم هلك تبندر أقبر جميع المصطلحات عندما استخدموه هنا فمتابعينا الكرام الحصيلة كبيرة جدا طبيعة الحال حوالي يعني ما بين 10 إلى 12 ديال عناصر مرتزقة البوليزاري قتلوا من بينهم هذا القياد الذي تمتوا سالم حيدر أثناء محاولتهم الاقتراب من المنطقة العازلة فمجددا متابعينا الكرام العصافير المسير عفوا لا تمزح في هذه المسائل المنطقة العازلة منطقة محرمة من يقترب هناك فمصيره السود فمجددا متابعينا الكرام نوجه التحية الخالصة لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية بجميع الفروع في جميع الأماكن في الحزام في الحدود في الجو في البر في البحر فتحية خالصة لجميع هؤلاء الأرطار متابعينا الكرام إلى أن تكون هناك تفاصيل أوفار أراكم في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته